في زيارة نهية ثانية إلى الدولة المصرية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جتريش إلى شمال سيناء ومستشفى العريش لتفقد مخازن المساعدات والإمدادات التي أعدتها الحكومة المصرية لدعم قطاع غزة ومن جديد تثبت الأحداث بجدارة نجاح الجهود المصرية في الطاعة مع القضية الفلسطينية ولا سيما الأزمة الراهنة في قطاع غزة زيارة جتريش تأتي بالتزامن مع إطلاق عدد من المفاوضات التي تشارك بها مصر من أجل التواصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار مع ضمان تدفق المساعدة الإنسانية عبر المنافذ البرية تلبية لاحتياجات أكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع وفي إطار الزيارة الثانية لجتريش إلى مصر سيبحث استمرار جهود إدخال المساعدة الإغاثية والطبية والحث بشكل واسع النطاق على عدم تنفيذ الاحتلال لعمليات العسكرية المزعومة نحو مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة تشمل الزيارة لقاءات مع عدد من العاملين بالمجال الإنساني والقائمين على مرافق الأونروا متابعون ومحللون أكدوا أن زيارة أنتونيو جتريش إلى العريش ورفح تترجم وبقوة نجاح الدبلوماسية المصرية والجهود التي تبذلها من أجل دعم القادرة الفلسطينية بما فيها رض التهجير القصري للفلسطينيين من غزة في ظل التعنت الإسرائيلي والإصرار على القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية تحديا لكل الدعوات الدولية والإقليمية والأممية